ترتبط مصر وسلطنة عمان بعلاقات سياسية قوية يغلفها التشاور المستمرة في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ويلعب البلدان دورا مهما في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة كما يتم التنصيق بين مصر والسلطنة في كافة القضايا السياسية في المحافل الدولية علاقات وطيضة لا تتأثر بأي تحول سياسي إقليمي أو دولي تلك هي العلاقات المصرية العمانية ترتبط مصر وسلطنة عمان بعلاقات سياسية قوية فهناك تشاور وتنسيق مستمر بينهما في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية القيادة العمانية دائما ما تقدر على جميع المستويات الدور الذي تلعبه مصر في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة كما يتم التنسيق بين البلدين في كافة القضايا السياسية المطروحة في المحافل الدولية علاقات وطيضة تزداد يوما بعد يوم وسط تنسيق مشترك بين زعيمي البلدين تجاه تطورات عدد من الملفات الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك وزيارات رفيعة المستوى لوفود متبادلة من الجانبين في الرابع من فبراير من عام 2018 قام الرئيس السيسي بزيارة لعمان استقبله خلالها السلطان قابوس بن سعيد وكبار المسؤولين في السلطنة زيارة تعد هي أول زيارة للرئيس السيسي للسلطنة عقب توليه مهام منصبة حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات هذا وتستمد العلاقات المصرية العمانية قوتها من البعد التاريخي وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتشعبها على مختلف الأصعدة حيث تقدم العلاقات بين مصر وسلطنة عمان دوماً وفي مختلف المراحل والظروف نموذجاً طيباً ورفيعاً للعلاقات بين الأشقاء بما ترتكز عليه من تقدير واحترام متبادل ومن ثقة ووضوح وحرص على كل ما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة